التعليق على روايات لقاء الرسول بالجن أولا التعليق على روايات عبد الله بن مسعود رقم واحد تعددت الليالي التي ذهب فيها ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقات الجن ففي الأحاديث ما يدل على أنه هناك ليالي كان يعلم أن الرسول يذهب لملاقات الجن وليالي أخرى كان لا يعلم ابن مسعود أن الرسول يذهب لملاقات الجن رقم اثنين عندما قال عبد الله بن مسعود ففقدناه فالتمسناه وبتنا بشر ليلة يدل على أنه من جملة فقده والتمسه وبات بشر ليلة في هذا الحديث قد علم بخروجه وخرج معه وراء الجن ولم يفارق ابن مسعود الخط الذي خطه له النبي لكنه لم يكن يعلم أن الرسول في مقابلة مع الجن رقم ثلاثة لا شك أن الجن تعددت وفادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة بعد الهجرة وحضر ابن مسعود ذلك معه بالمدينة أيضا رقم أربعة ولد ابن مسعود رضي الله عنه سنة ثلاثة وثلاثين من الفيل أو قول ذلك فيكون عمره ليلة الجن دون العشرين فكان حينئذ شابا بالنسبة إلى أبي بكر عمر وأنه يعد من جملة من يشار على النبي صلى الله عليه وسلم باستخلافه مع أبي بكر وعمر ولذلك كان ظاهر أن ذلك كان ليلة الجن بالمدينة ويؤكد ذلك قول النبي نعيت إلي نفسي وذلك لا يكون إلا عند قرب الوفاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا تعليق الحافظ أبو نعيم على روايات لقاء الرسول بالجن قال نقول والله الموفق إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر بما فقد من حياطة أبي طالب ابتغى النصر والحياطة من رؤساء قريش فلم يجد عندهم نصراء وخرج إلى أخواله بالطائف فكان ما لقي منهم أعظم وأوحش مما كان يلقى من أهل مكة فانصرف كئيبا محزونا فأرسل الله إليه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام ليقويمتنه فكان منه صلى الله عليه وسلم ما خص به من الرأفة والرحمة واستغهرهم واستبقاهم رجاء استنقاذهم وأن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يوحد الله تعالى فصرف الله تعالى إليه النفر من الجن لاستماع القرآن وآذنت بمجيئهم شجرة تسخيرا له صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل النبوة حيث أعلمته الشجرة بوجود الجن وتعريفا له لصرف الجن إليه فآنسه الله تعالى بهذه الآيات من صرف الجن وإيذان الشجرة أن عاقبته مختومة بالنصر وإجابة الناس لدعوته ودخول الجن والإنس في ملته وأن امتناع من أبى عليه ولم يجبه إلى الإيمان به مرده امتحان من الله تعالى له وترفيعا لدراجته لاستصباره على ما تأذى به من قومه وتجريبهم له وهو صلى الله عليه وسلم ومن كان عالما بما سبق من موعود على ما يتأذى به من قومه وتجريبهم له وهو صلى الله عليه وسلم ومن كان معه عالما بما سبق من موعود الله له تعالى بالنصر وأن العاقبة له فطواع البشر غير خالية من الخواطر ففعل الله تعالى به ما فعل تذييتا له وتأسيسا كما قال الله تعالى لنبيه وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فانصرف الجن من نخلة راجعين إلى قومهم منذرين كالرسل إلى من ورائهم من قبيلتهم من الجن وقيل إنهم كانوا ثلاثمائة نفر فأنظروا ودعوا قومهم إلى الإسلام فانصرفوا بعده ثلاثة أشهر فجأوه مكة مسلمين فواعدهم بالالتقاء معهم الليل وقرأ عليهم القرآن أول ليلتهم وقطع خصومات ونزاعا كان بينهم بقضائه فيهم بالحق ائتلافا لكلمتهم وقطعا لخصومتهم وسألوه الزاد فزودهم العظم والروثة على أن يجعل لهم كل عظم حائل عرقا كاسيا وكل روثة حبا قائما فكان ذلك آية له صلى الله عليه وسلم ومن علامات ودلالات النبوة أفادت الجن استبصارا في إسلامهم ويخبرون من وراءهم من الجن ليكون برهانا على صدق نبوته ودعوته صلى الله عليه وسلم وكذلك الخط الذي خطه لعبد الله بن مسعود وللزبير آية ودلالة له صلى الله عليه وسلم فأمنا به من الروعة التي غشاتهما واحترازا به ليلتهما من اختطاف الجن لهما ووجه ما ذكره علقما أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن يعني أنه لم يكن معه وقت قراءته عليهم وقضاءه فيما بينهم لقطع التنازع والخصومات لا أنه لم يحضر تلك الليلة قائما في الخطة وأن ما رواه الزبير من قدومهم ووفودهم على المدينة فجائز أن نفرا غيرهم حضروه بعد الهجرة بالمدينة فحصل لهم ما حصل لمن وفد عليه بمكة بالحجون وما رواه عمر بن غيلان عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع الجن بالمدينة فمخرج على أن يكون ذلك في طائفة أخرى لأن إسلام الجن ووفادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كوفادة الإنس فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة حسب ما جارت العادة في حينه فكان صلى الله عليه وسلم يعامل كل طائفة وفدت عليه بمعاملة من تقدمهم من قراءة القرآن عليهم وتزويدهم بالعغم والروث وقد بقي من الجن من ثبت على كفره فكانوا يعترضون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين كاعتراض بقايا الكفار من الإنس والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة